اهلا وسهلا فيكم مشاهدين ومتطبعين على صفحة تكمل اهلا وسهلا من المتداولين والمضاربين بشكل عام بالاسوق المالية تعودتوا على التغطية المباشرة اللي عم نقوم فيها بشكل يومي على صفحة تكمل العربية معكم المحلل تقن جزاف ضهرية اليوم رح قوم طبعا كمان بالتحاليل بعض الرسوم البانية ما رح عمل بعض استراتيجيات المعين اللي كنت أعلمكن إياها بشكل يومي رح مر على الأسوق المالية ولكن رح استعمل مؤشر اليومي اللي هو ولا مرة نحن مستعاملين وشرح تلكم عنه اللي هو مؤشر المومنتم أو مؤشر الزخم الزخم الارتفاع وزخم البيع موجود عنا بشكل مهم على مناصة التداول وممكن نستعملها ونستفيد منها ومن هذا المؤشر ممكن ناخد الفوليوم خلينا نعتبر أو المومنتم الموجودة عنا على الأسوق المالية يعني إذا في حال حصل عنا ارتفاع معين أو انخفاض معين هل يترى هو مدعوم بزخم يعني أو زخم مرتفع ولا لا بهذا الحال هم بأثر يعني الارتفاع اللي يترى هو ارتفاع حقيقي أو ارتفاع مجرد تصحيح وراح يكفي اتجاه الهابط هذا هي يعني أهم المواضيع الممكن يكون المستثمر والمضارب بعاني منها بشكل يومي على سبيل المثال نحن منشوف تقلبات بشكل يومي أو مرحلة أفقية ندخل فيها عالتا المرحلة الأفقية لما ندخل فيها هي الأخطر للتداول مثل ما كل المستثمرين بيعرفوا أن المرحلة الأفقية هي المرحلة اللي على طول نخسر مالنا فيها ممكن أن نجنى أرباح من انخفاضات معينة وارتفاعات معينة أو اتجاه عام واضح وبينما المراحلة الأفقية هي بتكون من الأصعب للتداول وممكن أن نحن نخسر مراكز فيها عن هيك لازم عطول الحد يدوقف خسارة مهم الآن على سبيل المثال إذا بنا نرتفع أو نشهد ارتفاع على أسعار الفضة على سبيل المثال في H4 أو رسم بيان الأربع ساعات بدنا نتطلع على مستوى أو على المومنتم طبعا المومنتم ممكن ندخلوه على منصة التداول بهذا الشكل ترند عفوا لما تدخلوه على الانديكيترز ممكن فورا تدخلوه على المومنتم أو ممكن تدخلوه على أوسييترز من وراء الأوسييترز تدخلوه على المومنتم فبهذه الحالة هيك مندخل المومنتم اللي هو المؤشر اللي عنده بيريد 14 بتلاحظوا أنه بيريد 14 اللي هي تقريبا نفسها مثل بولينجر باند أو مثل كذا مؤثر المؤشر نستعمل فيها رقم 14 ممكن نضفله لفلز عادة ممكن نحن نضيف لفل يلي هو أنا بفضل نضيف لفل المية عادة أو بشكل عام يلي هو تقريبا اللفل الوسطي تقريبا على المومنتم هلأ بفضل أنه لما يكون عم يداول السوق بمرحلة أفقية أنا المومنتم ما بقدر أخده بعين الاعتبار لأنه طبعا ما عندي زخم مرتفعة جدا كرميل لأخد خليني أقول إشارة واضحة على المومنتم لا أعرف إذا داخل في مرحلة هبوط أو صعود حقيقية ولا لا وإذا تطلعوا نحن هون بالاتجاء الصعود مثل هيدا الاتجاء أو ارتفاع من مستوى الخمسة عشر دولار للمستوى السبعتاشر دولار بكن تنظروا للمومنتم إذا في حال مومنتم استقر بشكل يعني واضح فوق مستوى المية بالمية يلي هو المستوى اللي نحن منضيفه يعني في شركة تكمل بشكل أو آخر يعني مش هو منو شيء أساسي من نضيف المية بالمية ولكن من وراء خبرتنا نحن على طول مش رح لكون خلينا نقول للكتاب كيف علمنا المؤشر أو ندرس المؤشر أو كيفية استعمال المؤشر وأيضا محللية تكمل أو في شركة تكمل كيفية تعديل هذه المؤشرات لناخد النتيجة الأنسب ويكون المؤشر عم بيشتغل بشكل دقيق معنا بهذه الحالة استقرار المومنتم أو الزخم الارتفاع فوق مستوى المية بيعطيني تأكيد على أنه الارتفاع ممكن يكفي والاتجاه الصعد ممكن يكفي عندي فبهذه الحالة أنا هوني لما أوصل على الكمة خلينا ناخد أمثلة تكون واضحة شوي لما نوصل على الكمة على سبيل المثال على هذه الكمة هون ولاحظ أنه من وراء هذه الكمة أنا ابتديت أحصل على انخفاض في زخم الارتفاع أو المومنتم إذا بتلاحظوا هون ابتدى ينخفض عندي بتشوفوا هالانخفاض اللي حصل على المومنتم بتعرفوا أنه زخم الارتفاع قد يعني عم بقل عندي وبله شي تراجع فبما أنه زخم الارتفاع بلا شي تراجع عندي يعني ابتدينا بتصحيح لهذا الرسم البياني فأنا بشكل أو آخر لازم أعرف كمحلل تقني أنه دخلت بمرحلة أفقية هل يترى المرحلة الأفقية لازم فورا يبتدأ انخفاض بالسعر؟ لا مش بالضرورة المرحلة الأفقية عند دخلت بمرحلة على سبيل المثال مثل هون دخلنا بمثلث هذا المثلث ممكن أيضا نشهد على ارتفاعات معينة بعد أكتر ونستهدف بسطويات أعلى لانهاء هذا الشكل أو شكل المثلث ولكن بهذه الحالة أنا ما بحق اللي اشتري لأنه بالطلط أنا بمرحلة إذا بدكن واضحة على ارتفاع وأنا ابتدأت بالمومنتم انخفض هلأ بهذه الحالة نحن هون عم نتداول بمرحلة بمرحلة شوية فولاتيلة أو تقلب عالية للمومنتم لأنه السوق دخل في مرحلة أفقية بهذه الحالة قلت لكم ما بيكون دقيق كتير السعر ولكن نحن إذا عم نتكلم على اتجاه هابط خلينا نقول يعني على سبيل المثال هذا الاتجاه العام الهابط وبتلاحظوا أنه هون بالنسبة للمومنتم المومنتم أيضا انخفض تحت مستويات المية وابتدينا انخفاض واضح وتداول تحت مستويات المية بيدل على مومنتم بعضه ضعيف وما عم بيقدر زخم الارتفاع يكفي فبهذه الحالة هون انا اتوقع انه ممكن كفي اتجاه الهابط ولكن فور ارتفاع المومنتم واختراع مستوى المية انا هون بجرب اعرف انه ممكن نشعد على خلينا نقول عفوا على اشارة انعكسية او على ارتداد الاسوق المالية او للسلعة المعينة اللي عم قوم بدراستها انا فبالنسبة لمؤشر المومنتم طبعا بيعطيني مثل فكرة معينة هل يترى اذا انا في الاتجاه الصحيح بشكل جد او لا يعني ما بيعطيني اتجاه اذا هو صاعد ولا هابط لا ولكن المومنتم بيعطيني الاتجاه الصاعد هل يترى هو اتجاه حقيقي او هي مجرد تصحيح الى الاعلى فبهيد الحالة هون المومنتم بيدعم لي فقط نظريتي لا تأكيد من الاتجاه اللي انا عم بدخل فيه هلأ بهيد الحالة هون عند اختراع مستوى معين يعني اذا تم اختراع المقاومة على اسعار الفضة او القاع فبهيد الحالة عند اختراع الكمة او القاع بنظر للمومنتم بدخل انا مستوى المية بالمية اللي هي بضيفها انا امامي وفورا بشوف انا المومنتم عندي اذا في حال ابتدأ اتجاه الصعاد والهابط طبعا المومنتم او هذا المؤشر ممكن يستعملوه او تستعملوه بكذا طريقة ممكنة وبكذا سيناريو خلينا نقول طبعا ممكن تعملو له سورج على جوجل وتشوفه كيفية استعمال المومنتم بشكل خلينا نقول الطبيعي او بشكل يعني متل ما بيدرسوه بالكتاب ولكن احنا هون بشركة تكمل طبعا منفضل انه نستعمل المؤشرات والإنديكيترز بتعديل ارقامها كرميلة تعطينا نتيجة افضل ونحنا ناخد اذا بدكم تأكيد من الاسواق المالية قبل دخولنا بالاستثمار لما تاخد تأكيد لما تنتظر اختراق معين واغلاق شمعة وتأكيد بدعم من المؤشرات الموجودة عنها اللي عم نستعملها بتعديل ارقامها ممكن انه نحنا نكون بهذه الفقرة او بهذه الزاوية من الاستثمار عم ناخد الاستثمار بشكل جدي وحقيقي وعم نقلص المخاطر الموجودة عندي يعني الريسك عم نتكلم نحنا الريسك ضئيل جدا وصغير امام الريورد والارباح اللي ممكن نجنيها ووقف الخسارة طبعا بيكون بمرحلة صغيرة وبسيطة وما بتأزيل الأسمال اذا دخلت بالمركز المعين والاستثمار المعين هيده بالنسبة للمؤنتم عفوا وهذا المؤشر اللي كنت حابب انه مر على اليوم لا اعطيكم فكرة عامة ونظرة عامة عن هذا المؤشر لدعم معلوماتكم العامة عن الاسواء المالية والتحاليل التقنية طبعا عندي عدة امور ممكن نجمعها سواء لما تصير المعلومات براسة على طول مفيدة جدا يعني لما يصير عندي بالك او كمية معلومات ضخمة جدا عن التحاليل التقنية طبعا ممكن اعرف انا فورا يعني اذا هو الوقت المناسب للدخول في الاستثمار او لازم ننتظر لا او نبرم على سلعة اخرى او سلعة معينة فبهيد الحال انا بشجعكم على طول ظلكم تابعينا لا تتعلموا او لا تاخدوا اذا بدكم فكرة مجرد فكرة عن المؤشرات الموجودة عنها اللي ممكن نستعملها في الاسواء المالية ونستفيد من وراها ان شاء الله تكونوا استفدتم من هذه الجلسة المباشرة ان شاء الله كان نهار مثمر للكم بتمنى منكم انه نهاية الاسبوع تنتبهوا للمراكز اللي ممكن تخلوها مفتوحة في حسابكن وبشوفكن اسبوع القادم انا ان شاء الله نهار تانين صباحا بتمنى لكم نهاية اسبوع ممتعة الى اللقاء